تحت عنوان من رمادي الحرب حلب تنبض بالموسيقى أحيط جوقة ناري جاتسي بقيادة المايسترو والأب الياز جانجي وأركسترا ديمشق بقيادة الموسيقي محمد زغلول حفلا موسيقيا كلاسيكيا في الكنيسة المارونية في ساحة فرحات بحي العزيزية على مدى ساعة من الزمان عزف أكثر من سبعين موسيقيا 12 مقطوعة من مؤلفات الموسيقى النمسوي العالمي موزارت وتميز أداء العازفين بالإبداع والموهبة والقدرة على أداء مقطوعات موسيقية عالمية اليوم رسالتنا هي رسالة سلام بالدرجة الأولى لأن لغة الروح الموسيقى هي لغة تبني السلام غير لغة الحرب والجهل والأنانية لغة الروح يتشارك فيها كل البشر على مختلف ثقافاتهم وأطيافهم ولذلك من هالكنيسة المدمرة اللي دمرتها لغة الحرب اللي دمرها الجهل نحن اليوم نضع لبنى فيه بناء السلام من خلال الموسيقى نحن اليوم هي رسالة سورية الرسالة بتقدمها حلب اللي عانت خلال ست سنين من الأزمة تشترك مع دمشق من خلال أحسن الناس والعزفين اللي موجودين فيها حتى نقول كلمة واحدة كلمة موتزارت هالفناني اللي بنا نقدم له عمله ولكن من خلال هالشخص ومن خلال هالفن ومن خلال هالموسيقى حبين نشهد للعديد من الأمور أولا قيمة الإنسان السوري الإنسان السوري مرتبط بثقافته السورية فاليوم نحن حبينا نحكي عن هالثقافة هالثقافة اللي بتجمع كل أبناء سورية ما بعض حبينا بنفس الوقت نحكي عن القيم اللي بتمشينا رغم اليوم الدمار اللي موجود رغم الحرب الكونية احنا كنا مصرين من سنة عملنا نحن وكورالنا رقاسي بدمشق رغم كانت حلب محاصرة نزلوا الكورال وعملوا حفلة كان صوت من أجل السلام من حلب من دمشق ومن حلب كانت اليوم نحن عم نقول من زمان الحرب في حلب اليوم يجينا من دمشق رغم عناء السفر اللي بصراحة عبناه مع أول بروفا أمام أشهده اليوم من هذا الإقبال الجماهيري الكبير اللي بيحملنا مسؤولية كتير كبيرة يعجز الكلام يعجز الكلام عن الوصف بس أنا ببساطة أقول نحن رسالة رسالة محبة وصمود من حلب الصمود حلب اللي تحملت كتير وعب تتحمل ومعها شي هذا الشعب العظيم اللي ضل مصر على الحياة لأننا نحن سوريين نحب الحياة حلب الموسيقى حلب العراقة حلب التراث حلب التي عرفت في الفن والطرب هذا اليوم ترسل رسالة إلى الجميع أنها عادت وبقوة عادت في كافة فعالياتها خاصة الموسيقية حلب اخترت هذا العام أن تكون مرشحة لمدينة مبدعة في منظمة اليونسكو بالموسيقى هذا الحفل اليوم هو فعلا تأكيد على أن هذه المدينة ومن خلال هذه الرسالة أنها مدينة حية ومدينة ستعود بكافة أصالاتها دمشق وحلب اليوم من قلب هذه الكنيسة ستقول رسالة للعالم كله أن حلب هي مهد الديانات السماوية حلب هي أم الفن اليوم الموسيقى تهدف إلى المحبة والسلام أجواء موسيقية فريدة عاشها الجمهور الحلبي الذي لطالما عاشق الفن وصدر الإبداع إلى العالم ورغم جميع الظروف التي مرت بها الشهباء دفنا أهلها الإرهاب وعادوا إلى نشر المحبة والسلام نحن يا شعب نحب الحياة وبدنا نعيش وبدنا نغني وبدنا نعمل استثالات رغم كل الظروف الصعبة وإن شاء الله أكيد بالمستقبل في إلنا حفلات عمل حفلة أنا كمان هون إن شاء الله قريبا وترجع للحياة مثل ما كانت مثل قبل إن شاء الله وأحسن نحن نرد على إرهابهم بالموسيقى ونحن فعلا اليوم فرحتنا نحن كريتنا ما نعطيها لأن الموسيقى الموسيقى اللي رح تنعزف اليوم من هالكنيسة وبهال مكان ومن هالساحة صاحة فرحات اللي انضربت أكتر من مرة هي كافية لتقولوا إنه نحن موجودين وما مننسى نحن من سنة طبعا نفس الفرقة كانوا بيتدمر وعم بيأسلتوا للعالم أنه محل المسرح اللي صار فيه الدبح والقتل كان فيه موسيقى الداس كتير مهم لموتزارت بعد خمسة سنين حرب بكنيسة أكتر كنيسة تحدمت وأكتر كنيسة تضررات فهذا تحدي كبير إلنا وللبلد ولألنا كموسيقيين ولكشعب إنه نحن صامضين الموسيقى هي هدف لننشر السلام بزمن الحرب اللي نحن عم نعيشه والحمد لله حلب هلأ خلصت من زمن اللي عم تعيشه وبالموسيقى رح نعلي ونعلي صوت نحن السلام يشار إلى أن جوقة ناريغاتسي أساسها المايسترو الراحل بوغوس عباجيان عام 1983 بهدف أحياء الموسيقى الكلاسيكية وفي عام 2010 قد الفرقة الأبلياس جانجي حيث قدمت الجوقة عدة حفلات مميزة منها حفلة مع الأوركستر السنفونية الوطنية بدار الأسد للثقافة والفنون بدماشق